قالت مصادر أكاديمية في محافظة إب أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عطلت إلى العملية التعليمية في جامعة إب ليومين متتالياً بتزامن مع فعاليات ذكرى المولد وقالت المصادر أن ميليشيات الحوثي أغلقت كل الطرقات المؤدية لكليات جامعة إب ومنعت موظفي الجامعة وكل الطلاب من الوصول إلى كليات الجامعة منذ نهاية الأسبوع المنصرم لافتة إلى أن الميليشيات أجبرت قيادة الجامعة على الإعلان عن توقف العملية التعليمية في الوقت الذي ألزمت مديري المدارس بإحضار طلاب المدارس وطلاب جامعة إب وبقية الجامعات الأهلية للحضور ووعدت الطلاب بدرجات مقابل الحضور وتوعدت المتخلفين بعقوبات ضمن استخدام الميليشيات للمؤسسات في مناطق سيطرتها المسلحة لفعالياتها الطائفية اشتركوا في القناة